جون كيروز اختصاصي بالسلوكيات البشرية موجود معنا اليوم ببيبوزيتيف رح نحكي عن كيف نشوف الأشياء بطريقة إيجابية بوقت كتير صعب بوقت يمكن صار في صعوبة أن نكون عم نأمن رزقنا بطريقة العادية ياللي معوادين عليها في أشياء لازم نغير لازم نشوف الأشياء ببرسبكتف جديد مونجور مونجور نيس 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 نرى اليوم أهلا وسهلا بالكل لايف اليوم لايف فيها مواطن لبناني اليوم نأشعر هدف حديثنا اليوم بارك نسأل أو نطرح أسئلة باست على أنا كشخص كمواطن لبناني اليوم وإبعاً إذا تنقول بين العمر الـ 18 إلى 35 كيف يطور أو حسن مدخولة المالية وقدر ساعد حالي أن نقدر قوم بالمسؤوليات التي أنا مجبور بيسكلي غطية وكمان نقطة من نسميه نحن A position of surviving يعني عم جرب ظاهر حالة من المشكلة لا thriving عم عيش برياحة واسpecialي أنه الوضع الاقتصادي اليوم في لبنان ممتاز فحبينا نحكي شوي عن شوي يعني أنه نزيد الإيمة بالبيزنس يعني بحياة البزنس فأول شي حيب أن أسأل الأشخاص اليوم إذا أنتم عم تشتغلوا بفيلد معين هل يطرى الشغل تبعكم بعدها بزيت الطريقة اللي كان عم تتم قبل الكرايس ودورين الكرايس يعني بوقت الكرايس لأنه إذا بعدنا عم نعمل شغل بزيت الطريقة وبعدنا عم نقدم زيت تنقول السورفيسيز أو البرودكتس المنتجات أكسترا نحن ما قدرنا نفهم شو حاجات السوق الجديدة لأن السوق اليوم عم يتغير كل ما بيتسكر السوق علينا والإبليتي طبعا تنظهر السورفيسيز طبعا أو خدماتنا لبرات لبنان نحن بحاجة نبلش نغطي الحاجات طبعا لبنان بقلب لبنان شو يعني أنه أنا زيد إيمة كإنسان هي عبارة عن فكرة أنه إسأل حالي شو هنه مشاكل الأشخاص لأنا اليوم حيبب وصل لهم خدمة أو منتج معين وين وجعون شو هو أكتر شيء يوجعون وأكتر شيء هنه بحاجة يصلحوه أو يكتسبوه كحل بأسرع وقت ممكن بأقل إيمة مالية ممكن لأنه بها الحالة إذا أنا قدر استكشف هذا الوجع وأعرف حلق له بطريقة سريعة ببجت سريع وصغير دان العالم تشي هذا الموضوع بسرعة كتير لنصار قرار الشراء طبعا سريع لكن يكون هناك حاجة كبيرة اليوم لا يشتروا العالم إذا نحن نحكي على لبنان لأنك كتير أشخاص يفكرون بالسوء الخارجي اليوم على الخدمات ولكن إذا نحكي عن سوء البناني بدي يكون فعلا في حاجة مثل الموضوع أكيد وهذا الموضوع المهم أنه في حاجات اليوم نحن لا ننتبه لها لأنه الشخص اللي يعيش حياته اليوم بسرعة كتير صعبة لأنه كل شيء هو كيف نأمن ميزوت كيف نأمن ماء كيف نأمن أكل شو سيصير بكرة بقصة الكهرباء وكيف بدي أمن دفع للبيت كيف بدي كفة الدراسة طبعا التلميذ أو طبعا أولادي في كتير أسئلة اليوم هالأسئلة هنه وجع هنه مشاكل بيبدأ تشوف على إنستجرام وعلى سوشيال ميديا في أشخاص يستعملوا الإبداع بيستعملوا كرياتيفتي تيلاقوا حلول جديدة لمنتج أو سيربس جديد عم بيعبّل قاب أوين في فراغ معين بسوء اللبناني وهذا الشيء تبين بغير بلاد يعني كان فيه كاتر كانت بحصار يتعاملوا استيراد على بلده الحل صار أنه يستوردوا من مطرح تاني أو يصنعوا بقلب البلد نحن بالبنان رح نوصل كمان البرسنتج يتغير من الصناعة رح تنعمل بقلب البلد لشعب البلد يعني لألنا نحن وشو رح نعمل أكسبورت لألو لهن السيرفزز أو الطرق اللحن فينا نقدم النوهو طبعنا والزكا الموجود بشعب اللبناني فإذا منطلع أونلاين اليوم في كتير أبشنز جداد هلأ عم يفتحوا مجالات أنه شباب والصبايا اللبنانية يقدروا يقدموا السيرفزز طبعا خدماتهم فيا أونلاين سيرفزز كرمال فرش مني اللي هو فايت على لبنان نوصل للمشكلة طيب أوكي إذا نحن نفوت فرش مني بس البنوكي معا بخلونا نفوت الفرش مني أنا واحد منهم يوم كيشغل بره شباب وصبايا صغار يعني نحك عن بين 18 وال35 يعني ابن 18 اليوم يمكن ما عنده بنك أكاونت أصلا يقدر يفتحوا في مشكلة ومبعا فيه يفتح بنك أكاونت فرش إذا بده يفتح بده يحط ألف دولار لحتى لي يعني فيه مشاكل فيه مشاكل لك لبناني أنا اليوم كشاب لبناني بدي أفتح حساب لبناني ما كان عندي حساب لبناني البنوكي ما عم تسمح لإفتح لبناني وفيه مصاري مش أنه عم يقولون أنه بدي أفتح لبناني بينما كل البلاتفورمز يعني اللي بتشتغل بهالطريقة بتطلب بنك أكاونت يعني ما صح ما بتحول ديراكت هيدا جاب هيدا مطرح وين فيه جاب بتعاون مع الشعب اللبناني الموجود برات لبنان بلكن لقي حل لهيدا الشي نفتح مجلات فيه بلاتفورمز بلشوا يطلعوا عم بيقولوا أنه كيف نعمل اكسبورت لسيرفوسيز بلبنان بس بعدهم عم شوية عم بيستفيدوا من السيرفوسيز اللوكل يعني هني عم بيقبضوا فراشماني من بره وهني عم بيدفعوا للشباب والصبايا اللبنانية باللولرز أو إذا بديك لبناني مش هيدا عم بيطلبوا نحنا عم بيقول اليوم تنجا الأووي صح الإيكانومي بدنا نفكر على مستوى مش نطلع كتير مصاري بسرعة نشتغل على نطلع مصاري شوي على رقم كبير So from this perspective كيف فينا نزيد إيمي أول شي فينا نسأل أسئلة جديدة ما حنا عم بيسأل أسئلة جديدة من أكترية الأشخاص أنا بعرفهم كل الوقت يعني إذا بيطلع على كلب هاوس اليوم وبتسمعي شو عم بيحكوا الشباب والصبايا باللبنان كل الوقت الحديث عن أنا ما بق فيه أعمل هيك وأنا ما بق فيه أعمل هيك وأنا ما بق فيه أعمل هيك أنا مش عم بقول هذا مش حقيقة خلاص We know كم مرة الإنسان بده ينقتى يرتاح سو السؤال شو هو رح يغيلكن الواقعة اللي أنتو فيه هالواقعة هالفريم هالكادر اللي أنتو فيه شو هيغيره ما رح يغيره النقب ساعدني تأرتاح نص ساعة بس ما بساعدني تأرتاحها مدى الحياة بدي أخذ أكشن تأخذ أكشن أنا بحاجة أن نعلم وطور حالي طور نوعية تفكيري أعمل أبديت لسيستام تفكيري كرميل تشوف شي ما كنت أشعر من قبل مثل ما كنت عم تقولي بأول حلقة البرسبيكتف وجهة النظر اللي ما كانت موجودة بالأول لأنه اليوم صار عندي اكتسبت طريق التفكير جديدة غيرتلي مفهومة ل what is possible وشو مش possible تسمحي لإساك سؤال كم مرة أنت بتاع في كتير عالم بصم الله your network is large من كل الأشخاص الموجودين يحضروا كم مرة سمعين الكلام أنه لبنان ما بيتغير بس وهذا مع الخبرة أنا اليوم لحس الناس أنه ما في شي بيتغير بدي أثبت لك أنه لبنان بيتغير آخر سنة ونص رجعنا لورا أو لا هذا مش تغير تغير وقعنا شو تليبر شو تليبر فإذا تغير بسرعة فإذا نحنا تغير طلوع بس الفرق هو في غير نوع التفكير إذا بنا نعمل الحلول الجديدة بنا نفكر بغير طريقة تنفكر بغير طريقة يعني لذلك أنا أعلم على قصص جديدة لأنه زي اليوم بدي أتبع الحلول أو أطلع بأفكار جديدة باست على المعلومات اللي عندي إياها اللي أنا مطلقت فيها ما بدي إفلتها لأنه خايف أنه شوف وقع جديد فإذا سأرجع صنع زيت الواقع بس بغير فلايفور هيدا مثل دحكة الآيفون اليوم بس يجيو يفرجوك تلفون جديد باللوغة اليوم لونه صار موف خيشو فرق لونه الموف من هديك السنة غير يعني أنا شو استفدت أو حتى بزيدوا أشياء عليه بس بدي شوف أنا شو استفدت بس ما هي بعد زيت الموضل يعني The solutions the same حتى سامسونج برش تلحق نحن نطلع بالحقيقة شو هي The value تقدمت جديد فنحن بحاجة innovation innovation يعني أنا عم باخترع عم بستعمل إبداع تأخذ أفكار جديدة تطبقها على شي قديم طور هالشي القديم تيصير يعطي حلول أحسن بسعر أفضل أو على القليلة اتأكد أنه العم الشي عم بياخده نعم بكن تقولولي أنه في لبنان ما في عالم مفكرين هالشباب والصبايا اللي هني عم بيصرفوا كل هالأنرجي على السوشل ميديا كرمالة يطلعوا بطريقة جديدة يتواصلوا من العالم ما فيهم يستعملوا ذات الطاقة طي يخترعوا solutions جديدة للوضع اللي نحن فيه إذا كل بيت في لبنان ركب طاقة شمسية أو هوا كهرباء على الهوا على الوين ميل ما بقعنا نيد يمكن في أشياء كمان مأخرين نحن عليها شوي يعني نحن وقعنا بالضائقة الاقتصادية الكثير كبيرة هاي دي شغلة كنزي نفكر فيها قبل طاقة شمسية وهوا وإلى آخرية اللي كتير أمر منطقي وضروري بس كأنه اللبناني كان هيك إنه ماشا حالو ماشا حالو ماشا حالو وقع بس في كتير إشياء أهيام من هيك بكتير كمان أكيد في أسس أهيام بهايك من كتير و the thing is إذا نحن وقعنا اليوم what do we do next شو الخطوة الجديدة من بعض الوقت سو بيجي بقول كان لازم أو بيجي بقول أنا قادر أنا ما همجرر بكون إيجابي نحن كتير يعني عنا هلأ تندنسي أنه نقع بالاكتئاب يعني ونقول أو نندم ونقول كنا لازم نعمل هيك وإلى آخر هي مية بالمئة يعني التطبيع بس نحن كمان بوضع كتير صعب يعني كتير هيني أنه نقع بهذا المقلب التاني فإذا ما كنا مثل ما عم تقول مدركين للوقع اللي نحن في وما يعني نقرر ما بدنا نقع لا بدنا نروح على المقلب التاني ما في بسهولة من نقع في أسعك بعض سؤال اليوم أخضات أوكي بدأ أسعك إنت اليوم إذا بترجع لورا بس كان عامريك 16 و 17 اليوم الكارير طبعيك كارير أنه سملا you are well known يعني أنت حدا عن جد الـ activities طبعيك وشو عملت بحياتك كان إنجاز كتير كبير كنت بتتصوري بس كان عامريك 17 و 18 أنا بتصل إلى هون اليوم لا الواحد بيكون يخد كل خطوة بخطوة صح فالصورة إذا واحد بيسألني بيقول لي اليوم أنت اليوم بتكون عام تحكي وتشتغل وتدرب 300 ألف شخص بيطلع بقول لي حالي أنا قدر حق هذا الشيء ما كان عندي سئة كيف وصلت لها ما بعرف صحيح 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 بتجرب آمله اليوم مع الأشخاص واكترح غير النوع من اللغة حتى لو نكذب على حالنا أنا بفضل نكذب على حالنا بشيء بيعطينا إذا بديك هوب أو يعني دفع لقدام وأمل لقدام صح بدل ما أنا اجي تسمى على الكذبة اللي عم تنقلنا كل يوم عن قد نحن حياتنا صارت تعيسة لأنه هي كمان كذبة لأنه الفرق بيننا هني كانوا يكذبوا علينا أنه حياتنا بتجنن وهلا يكذبوا علينا بعضهم نكذبين نفسهم ننتبه هذا سيريز اسمه مسلسل الدراما اللبنان صح سؤال هو يجب يطرح نفسه يا شباب وصبايا بدكم تفلوا من البلد فلوا ما في مشكلة كل إنسان إذا أدرين فلوا من البلد أعتبره ونحن واصلين هلأ الوضع استثنائي المشاكل اللي صايرة اليوم سؤال يطرح نفسه what's next شو رح نعمل من هون لقدام إذا اليوم بقول أنه يا ريت فكرت فيها من قبل يعني أنا بعدني عمركز على حل المشاكل اللي ستعرف فيها بدنا نسبة الوقت نسبة الوقت بمعلومات حقيقية عن حقيقة لبنان اليوم كنت عمقلك عقلة بهاوس كلنا معمتناء هاي هاي سؤال سألتني بس مش لأنه أنا بفهم أكتر بس رأسي بفكش شوي غير بس يا جماعة بس سؤال نص كنت عم بقول نص بقول أنه المشاكل من وراء الدولة نص بقول المشاكل من وراء الشعب بس بدأ فهم الشعب والدولة هن ايد شمال ويمين عادة بأي منظمة بأي بلد بس مين الشعب والدولة يعني من شو معمولها الشعب أساسية كلنا نتتفق عليها بعد ما عنا ايدنتي يعني احنا بعد ما في يقول أنا كلبناني شو قصتي إذا تعرفت أحدا عن أوروبا تقول إرجال عندي قال لي خي أنتو اللبنانية هاي هالأرزة شو بتعني لكل واحد عنده معنى مختلف إذا اليوم أنا بدأ بلش أفهم سوئي بدأ أفهم شو هو الشي المن بحاجة لإلهم هيدا فتحت حالي سوء جديد كبير يعني عم بعمل ريسات هلا لأفكار مجبور يس كل يوم لازم نقعد مع حالنا نقول هالفكرة هالمعتقد اللي أنا عم بعيدة للعالم مظبوط هل ترى هيدا حقيقة أو لا لأن إذا أنا بقبل لحالي عيش بالكذب فإذا الحلول المعقولة أكتسبها أو أصلها خلاص سكرتها يعني سبت مثل الحصان لكن نحط له هؤل اثنين مبرح إقشعها فتغير نظري نعم يعني إنسان بيبقى معود على نمط حياة معين على مهنة معينة على خدمات معينة معود أنه يقدمها صح بيفتكر أنه ما بيقدر يجرب شي تاني وأنه تستوليت لقلو يعني عم تحكي بحاجة أنه يغيروا أنه يشوفوا أوقات يعني عندهم مسؤوليات كبيرة اليوم ومجدطرين يعملوا ريسات هن كمان بالوقت يلي عامة مش بهذا العمر بنعمر نرجع نبلش عن جديد ولكن عم نضطر نرجع نبلش عن جديد يعني كأنه الإنسان وقتها ينجبر بيكتشف بحاله قدرات بس ما كان يعرفها بس حتى إنسان بقرني يريدون يجدون حلول جديدة تعرفين لبنان بعد ومشي لأن نحن نجد حلول بس الحلول دائما عمد القصير نعم تفكيرنا دائما نحن تربينا ما بيقول جيل حرب تربينا أنه طلع مساري هلأ زبط أمورك هلأ مشي حالك لليوم عيش لنهارك هذا جيد بس لازم نكون نقصة بعد ما صارت واضحة بس تصير واضحة شوي شوي رؤية للمستقبل شو هالرؤية التي يمكننا نتفق عليه شو بد بالدين خلينا نضع الدين على الصعيد لأن الله هو إله للكل بس بدي أسأل هالعالم شو الرؤية لها لبلد كون يعني إذا تطلعوا برا بتقولوا يا ريت نحنا نتغير ونتحسن شو يعني يا ريت شو هو التحسن أنت بتريدي أو أنت بتريد لبلدك إذا تكون طرقات نضيفة بل شو بحالكم وقفوا بكبز بالي أو لقوا حل لهذا الموضوع حل يتطبق بس لللبنانية ما نحنا من أول البلاد المكدونالدز أن يستطيع إصلاح للمكدونالدز للمكدونالدز موجودة 200 سنة هيا يا ريت زيادة ليس على السعيد الفردي جون أريد أن ينعمل لا 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 التكنولوجيا اليوم موجودة لنشتغل على السعيد الفردي العالم العيشين برات لبنان اليوم مع المصاري اللبنانية يبعتون لنا هذه التكنولوجيا على لبنان عندك شيء اسمه تليفون وهو كمبيوتر جدا قوي بيقدر يمشي لك كهربة البيت أنت بيشركبوا عليه شجر هلأ بقطع بالضيعة بالشمال عم بطلع كل بيت بيطلع فيلا طويل عريضة بطون حجر بطون ما في تفكير وينيد أن أدجوكيت سوسايتي هال أدجوكيت سوسايتي بحاجة لعلم هذا العلم ما في يجي بزيت التفكير القديم بعض العالم مبسوطة بيق مشكل العالم عامة بس مبارح بعض العالم ما يفرجوني أنه لأ معنا رقم سيارة من أنبيعه خيش شو قاله طعم رقم السيارة حطلك أكل على الصحن بيعطيك الإدوية بخلصك من كورونا شو بيك معصب اليوم جون لا ماني معصب أنا بحاجة أن نوصل إذا بديك wake up call alarm لشعبنا أنه صار وقت نفكر غير تناخد نتيج غير تعرف كمان اليوم الشباب والصبايا اللي عندهم اختصاصات معينة كانوا متأملين فيها أنه يكونوا يوصلوا لمطرح أنه يبلشوا هلأ شغل بيطلعوا فجأة خلصوا اختصاصهم تعبوا عليه أربع خمس سنين على الأقل وصلوا لأنه لأ الطريق مسدودة ومضطرين يغيروا كليا هذا يعني ممكن يسيب الواحد بنوع من الدبريشن يعني بيقول أنا هلأ بدي أرجع بلش عن جديد يمكن منطرح حتى بل كمهارات عنده إياها on the side صح thank you هيدا فكرة كتير مهمة ما بدي أعمل أتاك على الجماعات ولا على الأهل بليز فهموا أنا معكم بس حيبي بدأ وديلك شغلة نحنا وعدنا أولادنا أنه إذا فاتوا على الجامعة ودرسوا أربع سنين رأي يظهروا من الجامعة بام مدير مليونز بارتي سياء هيدا كذبة It's a marketing gimmick هيدا كذب اليوم نحنا بوضع مش بس على مستوى لبنان الكوكب كله عم يتغير بسرعة هائلة تكنولوجي وصلت لها مطرح صرعة التغيير أسرع بكتير من ما نحنا من قدر نتطور جامعات اليوم هن بيوروكراتيك انتطوري عندهم تشالينجز أنه يغيروا كل السيستم طبعهم بالذوقت So thank you very much أهم شيء اليوم هن الكافئات والمهارات اللي نحنا بحاجة إلى بهالعاشر سنين الجايين بالإنتردوكشن طبعا IOT وAI وكل هالتكنولوجيا الجاية وواصلة ما فينا نظهر منا واصلة وواصلة السؤال بيرجع أجل أنا اليوم كشاب وصبي أخذت الجامعة ودرست اختصاصي أنا ما خص بالشي اللي أنا بعمله اليوم بحياتي أجمل شيء بالحياة هو التغيير ونحنا وصلنا بوضع أو واقع اليوم نسميه continuous learning يعني أنا بحاجة دايما أتعلم كفئات جديدة معلومات جديدة طور حالي هيدا لي فيه شيء اسمه coaches مش الcoaches اللي بيخبرونا أو بيعطونا advice مش هيدا المطلوب coaching كprocess هو شخص قدر اشتغل معه تقوصل لأهدافة باشتغل بأهدافة هو الأفكار اللي أنا عندي إياها اللي هو بيطور لي إياها So what we're saying is Udemy في كتير كتير ويبسايتس موجودة online بعشرة واثنعشة دولار فيه يكتسب كورس كامل يا جماعة أيهو أحسن تقعدوا سبع ساعات على نتفلكس وستارس بلاي وشو ما بارفني أو تجدوا تقسموا بين enjoyment على السيريز طبعي والتي في ومتي في ومن ميلة تانية كمان بعمل education لحالي لك ساعة بنهار في تطوير تفكيري عم بقدر لقي حلول جديد لأنه عملت update لتلفون براسي I'm not angry I'm excited أنا أحبب فعلا يعني في كتير من الشباب والصبايا اليوم قالوا أنا اخترت غلط والحقيقة هي تغيرت الأشياء مهم مش أنت اخترت غلط يعني من خمس سنين اخترت مهنة معينة أو اختصاصة معين لأنه كنت شايف له مستقبل اليوم الأشياء صارت بسرعة كتير والتغير صار بسرعة كتير لا أنت متوقع ولا حدا تاني متوقع لا متوقع انهيار البلد ولا متوقع الكوفيد-19 أصلا وإلى آخره يعني في أشياء ما حدا بيقدر كمان يكون متوقع بس كوفيد-19 رح تغير حياتنا هلأ عم نحسه للأسوأ لأنه عم بيصير تغيير سريع بكرة نحن نطلع نقول خاي شو حسنا يتقصص لإلنا على المدى الطويل شو بدي بالمرض المرض صعب وقال لا يرحم كل الأشخاص خسرناهون وكلنا عتلنين هم هذا المرض بس بالواقع أكشلي عم تعمل تغيير العالم كل ما يعمل شفت يعني مثل كأنه هزة أرضية على مستوى الثقافة طبعا عالمية جبرت كل شي يتطور بسرعة جبرت كل شي يتطور بسرعة من هون هلأ سنو نعرف أنه التكنولوجي هي الواقع أنه نصل له مش دايما ومن ميلة تانية طب إذا قشت التكنولوجي شو نعمل فالأسئلة ورح نرجع لأساس لهالحلقة كنا نحكي فيها أنه أنا بحاجة أقعد وقف حط بوز وطلع وقول تك شوية يا شباب خلنيني مسح البورد طبعا بلش من السفر وقول لحالة طيب اللي اكتسبتوا هلأ هن طريق التفكير بجامعة هي طريق التفكير هن مهارات معينة شو في يضيف عليها يزيد عليها كرميل تقدر يصير عندي باكيج قوي يكون عم حل مشكلة أنا اليوم تعجبني حلها لها المشكلة بمبسط فيها يعني من بعد ما حلها يكون اكتسبت شي حلو مش بس مصاري بس بحس حالي أنه واو عملت تأثير على الحياة حولي so it's beautiful فيه عنه opportunity اليوم ينبلش تغيير البلد من السفر كأنه حالة ما عملت ريسات اللي كان عنده باور من قبل وكان عنده مصاري من قبل وكان لقيت إن كنترول اليوم خسر so كل الشباب الشاطرين اليوم والصبايا وحتى اللي هن فوق الخمسة وثلاثين الشاطرين وعندهم adaptability بيقدروا يغيروا والأشخاص اللي هن فوق الخمسة وثلاثين شغلتهم هن يشتغلوا كطيديين للشعاب اللي هو أصغر لأنه هن عندهم الطاقة ونحن عندنا الوزدم سو نحن علينا نكون عم نشتغل معهم كتيم والجيل الجديد رائع وعنده مهارات رائعة كلهم بيقولوا لي هالجيل ما بعرف مش عم بفهمه تك شوي كل عشر سنين بنقول هالجيل ما عم نفهمه أنا أهل اللي كن يقولوا لكنهم يفهموني سو ما حدا يفهم حدا لكن لأنهم صبقونا ومش عم نفهمون اي مش عم نفهم علي ومش عم يفهموا علي بس ألطمتلي بدل ما هجيل جديد لهو بحاجة يصرف هالطاقة مطرح كون أنا عم ضيّع له وقت وبيقصص ما إلا طامي أعطوه أمورتونيتي ستايعبر جون كيروز أهلا وسهلا فيك بالعكس دايما نيك بتعطينا دفع جديد أنه مبلغ لازم نكمل لأنه نحن يعني بهيك ظروف طبيعي أنه يكون في عند الشعب اللبناني يكسل معايا سببه الدبريشن سببه الضغوطات سببه الأفق المسدود يلي كتير صعب يعني نحن عم نقول أنه تطلعوا لقدام بدك تنبش لقدام أنت بطل مفتوح بدي أصرف أنا جي لحتالي نبش لقدام شوف وين هو السبيل يلي بده يوصلني لمطرح بطل هيك مفتوحة ندفع طمانة وبنق على زوئي لأ صرت بدي أعرف أعرف لوين بده يوصلني وإذا الشي بده أنيرجي تعطينا إيها كل مرة بحديثك أهلا وسهلا فيك جون شكرا لأك وقفة هلأ ونرجع عام نتابع لايف